النقطة اللي بعد كده بقى هنتكلم على حاجة اسمها رودريجيس فورمولا طبعا احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على اويلر انجلز فا اويلر انجلز هي مشكلتها ان احنا لازم نكون عارفين نوصف فريم بالنسبة لفريم هل هو مثلا زي واي اكس ولا اكس واي زي ولا زي واي زي يعني لازم تقدر تحول العلاقة ما بين فريمين يعني الفريم الاول والفريم التاني ان انت لو دورت الفريمين دول على بعض ينطبق محاور ال اكس والواي والزد بتاعتهم يعني كل واحد له اكس واي زد فهي الفكرة بقى انت هتقعد تعمل دورانات للمحاور طبعا ممكن يكون هنا ال اكس هو اللي هنا والواي هو اللي هنا والزد هو اللي هنا يعني هيكونوا بقى الدورانات مختلفة الفكرة كلها انت تلف الاول حوالي الزد وبعد كده الواي وبعد كده الزد تاني علشان توصل للفريم اللي قابله ولا لا هي محتاج انت تكون عندك تخيل شوية ازاي هتنقل الفريم ده للفريم ده مش هنلسة من شوية في الجزء اللي فات احنا قلنا عشان نوصف فريم بنسبة الفريم لازم اشوف بقى الاول مين اللي هيلف حوالين مين وموضوع بيعمل صداع قوي طيب انا عايز ارايح دماغي من الموضوع ده يعني انا مش عايز اقول بقى هنالف الاول حوالي الاكس وبعد كده الواي وبعد كده الزد وكل واحدة حافظ لها ماتريكس واضرابهم في بعض الموضوع ريخيم جدا فاولر انجلز اقويسة ولكن في حالة اعامة منها اللي هي رودريجيز فورمولا اللي هنكلم عليها بقى دلوقتي طيب الفورمولا دي عبارة عن ايه دي كده قانون او closed form سابتة هنديها شوية parameters هتطلع لنا rotation matrix على طول والparameters بتاعتها في غاية السهولة يعني مش بقول لك بقى مين بيلف حوالين مين ونقد ميلف حوالين بعض الموضوع اسهل من السهولة طبعا هي لها اثبات طويل الفورمولا دي لها اثبات طويل واحنا يعني مش ده موضوع بتاعنا احنا برضو احنا بنتكلم في مادة الادوانست روبوتيكس او في الروبوتيكس بشكل عام وعلى فكرة مش لازم في الروبوتيكس احنا بنتكلم في حاجات اساسية في الانيار الالجيبرا اللي هو موضوع rotation وترانسفورميشن والكلام ده فاحنا مش لازم اكون فاهم الموضوع يعني جي منين قوي يعني اه طبعا لازم تكون فاهم الحاجات منين بس مش لدرجة ان احنا نفضل نتعمق في حاجات رياضية وننسى الاساس انا يهمني الفورمولا دي هعرف استخدمها ازاي لانه محتاج تطبيقات احنا بنتكلم في حاجات تطبيقية فطبعا الاسبات لو كان ينفع اقوله على طول هقوله ولكن هو يحتاج بدل المحاضرة 3 و 4 عشان نوصل للفورمولا دي فالميزة بقى الحلوة ان احنا الفورمولا دي هنعملها بالمتلاب ونطبقها على اي حاجة بما فيها اويلر انجلز ونشوف هل فعلا هتطلع علينا ولا لا طيب ايه بقى الفورمولا دي هو الراجل بيقول لك ايه بيقول لك لو انت عندك اي rotation حصلت واتفقنا ان ال rotation دي كمية متجهة ليها مقدار واتجاه ايه هو المقدار بتاعها هو قيمة الزاوية اللي انت لفيت بيها تعالوا نقولناها سيتا طب الاتجاه المتجه بتاع الدوران هو محور الدوران بيسموه axis of rotation الزاوية دي لفت حوالين مين هو اي دوران بيبقى حوالين محور مش لازم يكون x او y او z ممكن يكون اي فيكتور يعني الفيكتور ده عبارة عن ثلاثة components من x او y او z فمش لازم يكون في اتجاه ال x او y او z ديه special cases هو في الاساس اي فيكتور انت لفيت حواليه بالزاوية سيتا فبما ان ده فيكتور فالفيكتور هنوصفه تعالوا نقول انه هو عبارة عن اومجا بالشكل ده ده عبارة عن ايه عن axis of rotation طيب جميل جدا ايه بقى اللي هيحصل يعني انا معايا المقدار الدوران ومحور الدوران قالك الrotation matrix بقى هتبقى ايه شوف بقى على طول فقابة لازق كده الrotation matrix هي عبارة عن ليها سيمبل كده اي او سي سيتا في الامجد ده بيسموها الexponential form يعني برضو رودريجيس فورم اللي دي بيسموها الexponential form الrotation matrix ده برضو رمز رياضي مايهمينيش اوي يعني الار ده هي هيها دي طيب الكلام ده بقى بيساوي ايه بلوية الماتريسيز بقى بتاعتنا الاي ودي يونت matrix طيب يونت matrix دي يعني ليها كتر وحيد والبقى صفار طيب كم في كم ما هي اكيد نفس الdimensions بتاعت الار يعني الار دي 3 في 3 يبقى اي دي برضو كام هتبقى 3 في 3 زائد زاوية الدوران سيتا هتبقى عبارة عن ساين سيتا مضروبة في السكوير فورم او اللي هو بيسموها يعني matrix متمثلة بس السكوير فورم للامجا اللي قدامنا دي وهنشوف دي بنجيبها ازاي زائد واحد نقص كوزاين سيتا في السكوير ماتريكس دي بس تربيع طيب ناخد كده واحدة واحدة احنا فهمنا الاي دي هي اليونت ماتريكس اللي هي 3 في 3 دي ما فيهاش مشكلة الساين سيتا دي الزاوية هتجيب لها الساين دي قمية سكيلر فورم يعني ده رقم في الاخر ده رقم والواحد نقص كوزاين سيتا في الاخر ده رقم او فاليو ما تتمينيش برضو فنفهم من كده ايه ان دلوقتي دي عملية جامعة 3 حدود على بعض واحنا عارفين في جامعة الماتريسيز ان لازم تكون الديمانشنز واحدة فلو الار دي 3 في 3 فالاي دي لازم تبقى 3 في 3 ودي لازم تبقى 3 في 3 والتربيع بتاعها لازم بتراتة في 3 عشان تبقى الديمانشنز متمثلة فانعرف نجمعهم كده كده الرقم اللي بتضرب ده هتضرب في كل عناصر الماتريكس والقيمة دي هتضرب في كل عناصر الماتريكس دي طيب مين هي بقى الاميجا طيب الاول هو لو انت معاك اي فيكتور اللي قال اكسس وفنتيشن ده عبرت عنه باي فيكتور لازم ده يكون هو اليونت فيكتور يكون يونت ما يكونش الفيكتور نفسه طب يعني نعمل ايه باش مهندس يعني من الاخر الفيكتور لو كان اوميجا هنقسمه على الماجنيتيود بتاعه فهيطلع لنا مثلا اوميجا واحد واميجا اثنين واميجا ثلاثة طب برضه مش مهندس مش فاهم يعني ايه تعالنا خدها بمثال رقم ازغير جدا لو انا عندي الفيكتور دابليو مثلا كان عبارة عن واحد واثنين وثلاثة ده فيكتور طيب الفيكتور ده هل هو يونت فيكتور طب يعني ايه يونت فيكتور شوف الماجنيتيود بتاعته الماجنيتيود ده هو تبقى جزر الواحد تربية زئد الاثنين تربية زئد التلاثة تربية فهيبقى عبارة عن جزر واحد زئد اربعة زئد تسعة فهيطلع رقم هل الرقم ده يعني ده يبقى عبارة عن كمسة واربعتاشر يعني ايه كان الرقم اللي هطلع تحت يعني انا مش مظبط الارقام هيطلع واحد هل ده بيساوي واحد لو الماجنيتيود بواحد يبقى ده يونت فيكتور طب لو ما بيسويش واحد يبقى ده مش يونت فيكتور احنا عايزين نحوله اليونت فيكتور طب نحوله ازاي بش مهندس الكيمة اللي هتطلع لك من الماجنيتيود ده هتقسمها على التلاث ارقام دول يعني الواحد هتقسم على المقدار ده والاتنين هتتقسم على المقدار ده والتلاثة هتتقسم على المقدار ده فساعتها الرقم او الناتج اللي هتطلع من الاسمة لو انت جبت له الماجنيتيود هيبقى واحد ده معنى اليونت فيكتور الماجنيتيود بتاع الفكتور واحد يعني يبقى فيه من النقطة دي يبقى لازم الـ Access of Rotation يكون في شكل ايه Unit Victor طب لو مش Unit Victor هات الماجنيتيود وقسم على العناصر بتاعته خلصت وصلت النقطة دي بدأ اول Condition كده معانا طيب مين بقى الـ Omega Square طب عرفنا ان دي الحتة اللي جوه ده ايه دي عبارة عن Unit Victor طب يعني ايه تحطها في قص مربع يعني من الاخر انا عايز Unit Victor اللي هو 3 عناصر ده انا عايز اخليه يبقى Matrix 3 في 3 عشان اعرف احطه في الفورمة دي ده هيبقى ازاي طيب احنا قلنا خلاص ان الـ W دي هي عبارة عن Unit Victor من الـ W قلنا انها بتساوي اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا 3 3 عناصر 1 في 3 اوميجا 3 في 1 المهم Victor وخلاص فلو انت عايز تجيب الشكل الـ Square بتاعها بيبقى عبارة عن ايه بقى بتعمل كتر رئيسي كله اصفار وركز بقى معايا مش ده العنصر الاول التاني التالت العنصر الاول اهو التاني بيبقى هنا والتالت بيبقى هنا ونفس الكلام من هنا الاول بيبقى هنا التاني هيبقى هنا والتالت هيبقى هنا وتخلي الإشارة دي سالبة ودي سالبة ودي سالبة ده الشكل من الفيكتور ده تمام طبعا الكلام ده زي ما قلت لكم فيه إثبات عشان نوصل للشكل ده بس احنا الصيغة النهائية اللي قدامنا دي ما تفكرش يا جات منين تفكر هتستخدمها ازاي ومين دول علشان تعرف تجيبهم وتقدر تطلع الروتشن اللي احنا عايزينها في الآخر يبقى ثاني انت معاك زاوية تتدوران سيتا والأكسز وفروتشن معاك ولو مش معاك تعرف عبارة عن يونت فيكتور ولو مش يونت فيكتور هاتل فيكتور بأي شكل اللي هو تطرح نقطتين من بعض عليه وتقوم قاسم على الماجنيتيود بقى معايا الأكسز وفروتشن هتعوق في القانون ده القانون ده محتاج بس يكون معاك السيتا والسكوير ماتريكس اللي هي اللي هي بتيجي منين من يونت فيكتور بتاع الأكسز وفروتشن هتاخد دي بقى مصفوها تبقى ثلاثة في ثلاثة دي هتبقى أرقام بقى في الآخر هتاخد القيمة دي تضربها في الساين سيتا وتضرب القيمة دي في نفسها يعني اللي هو التربيع بتاعها هتضرب الماتريكس دي في نفسها والله هيطلع تضربه في واحد مقس كوزاين سيتا تجمع الثلاثة دول على بعد يطلع لكي روتيشن ماتريكس طيب عشان برضو نعرف في الصيغة هنجرب الكلام ده بالماتلاب هنحط الصيغة دي ونشوفها بالماتلاب هتتعامل ازاي وهنجرب نعوض بالسيتا مش برقم نعوض عنها برامز ونخلي يبقى مرة ومرة ومرة ونشوف هل فعلا لو الشكله عامل ازاي هيبقى كده الW بتاعتي تبقى واحد صفر صفر ده يونت فيكتور من هل لو انا عوضت بالمقدار ده هنا يطلع لنفس الروتيشن ماتريكس بتاعة اويلر طيب لو انا عايز اجيب الروتيشن حوالين محور زد الروتيشن حوال محور زد ده مثلا نقول نوضار بزاوية سيتا حوال محور زد الاكسز اوف روتيشن ساعتها هيبه هو مين هو محور زد طيب نكتبه ازاي في شكل يونت فيكتور اهو 001 محور زد لو انا عوضت بقى محور زد هنا يعني خليت بقى اللي هو عوضت هنا بالصفر صفر واحد هنا وعوضت بقى في الماتريكس دي او المعادلة دي هل هيطلع للار نفس اويلر انجل اللي طلعت لنا قبل كده هو ده بقى اللي احنا هنشوفه النهارده والصيغة دي طبعا لو قدرنا نطلع منها اويلر انجل زي بقى اكيد دي الاعام ده انت هنا بقى مش بتعوض بالX اكسز او الY اكسز بس لا ده اي فريم انت عايز او اي اكسز انت عايز وتعوض بيه هنا ما عبتش ملتزم بقى بالX Y Z والZ Y Z والكلام ده ودي كمان بقى هتسهل علينا اكتر الفور ورد كايماتيكس لما ناخدها بالنظرية بتاعة السكرو ما عناكش بقى محتاجين الDH برامترز والكلام الفاضي اللي كنا بنجده قبل كده ده ده موضوع اسهل من كده بكتير جدا وكمان تقدر تعمله بالماتلاب تمام طيب دلوقتي احنا هنشوف الكلام ده هنعمله ازاي بالماتلاب هنعمل كود للكلام ده يلكود بسيط جدا هنديله سيتا والأوميجا ونعوض في القانون ده نشوف الR اللي هتطلع ايه تمام حد عنده اي مشاكل لحد دلوقتي طبعا الماتلاب يعني حد هيقولي طبعا باش مواندس انتو اكيد في حد منكم وعد عليه الماتلاب قبل كده ولو ما معداش عليك الماتلاب قبل كده هنزلجو برضو فيديو صغير كده في بيزيك ستاعة الماتلاب انو مش محتاجين حاجة صعبة في الماتلا هده احنا بس هنكتب شوات مواضات رياضية هنبصيها الفونكشن وكل سنة وطيبين الموضوع مش برمجة يعني برمجة فتعالوا كده نشوف هنعمل الكلام ده ازاي ما احنا عايزين نعمل ايه بقى احنا عايزين نعرف فونكشن فاحنا ممكن نقول الفونكشن دي هنقول نيو فونكشن هنجي بس التمبلت بتاع الفونكشن الفونكشن عبارة عن ايه دي الاوبوت ارجمتس البرامتر اللي احنا عايزين نرجع بيها الفونكشن دي هدفها ايه تعالوا نسميها جيت روتاشن ماتريكس او جيت روتاشن جيت روتاشن او جيت روتاشن عشان بس ايه لما اننا ديها ما يباش الموضوع صعب ده اسم الدل هتاخد شوية برامترز دي الامبوت وهترجع بحاجات ايه الحاجة اللي احنا عايزين نرجع بيها الار ده بتاعي تمام دي الاوبوت ارجمتس بتاعي طيب مين البرامترز بقى اللي هتدخل للدلة احنا قلنا عشان اجيب روتاشن ماتريكس محتاج يكون معايا مين حاجتين السيتا ومين كمان والاكسسوف روتاشن اللي هو الامجا احنا احنا اللي انا قلته دلوقت رياضيا هنكتبه هنا في الدل يبقى انا هتدي له السيتا والامجا هتدي له ازداوية ومحور الدوران المفروض يرجع لي بالروتاشن ماتريكس دي وظيفة الدلة دي ده حد الوقت في اي مشاكل ده الفريم او ده الاطار بتاع الدلة بتاعيه طيب جميل جدا طيب اول حاجة لازم نعملها نتأكد ان ده يونت ماتريكس يونت فيكتور اسف طب يعني ايه؟ يعني من الاخر تعالوا نجيب الماجنيتود الاول فتعالوا نقول الماجنيتود هنسميه دي هو عبارة عن الجزر التربية ده الجزر اللي مين بقى؟ ليه؟ الامجا واحد تربية ادي الامجا اف واحد تربية زائد الامجا اف اتنين تربية التربية طبعا او القس هنا او الباور اللي هو العلامة اللي انتو شايفينها دي اللي هي الهات دي وامجا اف واحد اف اتنين اف تلاتة ده معانا اننا عايزة اكسس العنصر الاول او التاني او التالت في الالمنت ليه ما بدأتش من صفر المات لاب الانديكس بيبدأ من الصفر يعني تعالوا نشوف تحت كده لو اندي فيكتور اسف واحد واثنين وتلاتة لو قلتنو ان اسف مثلا او بلاش واحد اتنين وتلاتة تعالوا اسف فيها عشرة عشرين تلاتين لو قلتنو ان اسف واحد وقت هيجب لي عشرة لو قلتنو ان اسف اتنين هيجب لي عشرين لو قلتنو ان اسف اوف تلاتة هيجب لي كم تلاتين فده معانا الاسف واحد يعني انا بجيب العنصر الاول وعنصر تاني لعنصر التالت لو قلتنو ان اسف اوف صفر هيقول لك يه يقولك الانديسيز مست بي بوزتوف انتجار اور لوكال فاليوز بوزتوف يعني ما بينما بآصص فر لازل تبقيهم او مجاب فهلمات لاب بيبدأ دايماً من أول الواحد مش من الصفر زال وجهات البرمجة التانية طيب زائد الامجة اوف تلاتة الكل تربيع يبقى احنا نفسكنا كل عنصر فيهم رب ايه ربعناهم ودخلتهم تحت الجزر كده انا جبت الماجنة يوت طب وبعدين هنعمل ايه بقى بالدي دي كل ما في الامر ان احنا الو الجديدة هتساوي واحد على دي يعني ايه يعني الامجة هنضربها في واحد على دي يعني هنقسم كل عنصر فيها على الدي والناتج اللي هيطلع هيبقى هو الامجة الجديدة ده كده هو اليونت فيكتور يبقى انا كده جبت يونت فيكتور اوف الاكسز اوف روتيشن وبالمناسبة الكومنت بتعامل بعلامة البرسنت دي يبقى كده جبت اليونت فيكتور طب لو هو اصلا كان يونت فيكتور مش هتضر الخطوة دي عادي يعني الخطوة دي مش هتضر لنا في حاجة طيب ايه بعد كده هو رودريجيس فورم لأول حاجة لازم يكون معايا يونت ماتريكس اللي هي الاي اللي هي تكون تلاتة في تلاتة دي هنكتبها ازاي هي عبارة عن واحد صفر 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 واحد صفر صفر واحد صفر واحد طبعا لا كل صف يعني ده معناها دخلت الصف الاول مفصول بمسافات او ممكن يتفصل بكم السيمي كولوم دي معناه ان انا كده هبدأ صف جديد ده الصف اللي بعده سيمي كولوم معناه هبدأ صف جديد ده الصف اللي بعده يبقى هي دي قيمة الاي بتاعاتنا دي ماتريكس تلاتة في تلاتة يبقى انا كده جبت الاي طب بعد كده هنعمل ايه هنجهز الامجا او الماتريكس فورم او السكوير فورم من الامجا تعالوا نسميها الدابليو اس الدابليو اس دي عبارة عن ايه هي عبارة عن الامجا واحد يعني فاكرين بقى الصجو اللي احنا كتبناها اللي ايه حطينا صفر في الكتر الرئيسي صفر في كتر الرئيسي وبعد كده عملنا اومجا واحد اومجا اثنين اومجا ثلاثة ده نفس الكلام اللي احنا هنعمله هنقول دي هتبقى عبارة عن صفر سالب اومجا ثلاثة و اومجا ثلاثة انا بنقل الكلام ده من شكل الماتريكس اللي احنا حافظينه اللي هي الاسكوير ماتريكس طيب الخطوة اللي بعدها هنقول ان دي هتبقى اومجا ثلاثة العنصر الثالث بعد كده صفر بعد كده سالب اومجا واحد الصف اللي بعدها هيبقى ايه هيبقى عبارة عن سالب اومجا ثلاثة بعد كده اومجا واحد وبعد كده كام صفر يعني لو انا عايز اكتب الكلام ده بالشكل ده كده عشنا نحطهم تحت بعض هتلاقي الكتر الرئيسي كله صفار دي اومجا واحد اومجا ثلاثة اومجا واحد اومجا اومجا ثلاثة وبعد كده نحط سالب هنا وسالب هنا وسالب هنا نفس الشكل اللي احنا ايه كتبنا مع بعض ودي اليونت ماتريكس اللي احنا كتبناها اللي هو الكتر الرئيسي كله ايه كله صفار زي ما انتوا شايفين ودي برضو نفس الكلام ده الشكل اللي احنا كتبنا يبقى احنا كده جهزنا ال-WS وجهزنا ال-I طيب ايه بقى اللي ناقص هنكتب رودريجيس فورمولا اللي احنا ال-R اللي احنا كتبناها من شوية ال-R بقى بتساوي ايه بتساوي ال-I زاد ساين سيتا هقوله ساين والسيتا انا مسميها هنا ايه مسميها تي اتش عادي جد هقوله تي اتش هتتضرب في مين بقى في ال-ومجا S او ال-WS دي يبقى دي اول حاجة زاد واحد ماقص كوزاين سيتا الكلام ده هتضرب في مين في ال-WS سكوير تعالوا نقول WS في WS لكننا هتنين ما ترسيز هتضربوا في بعض طيب دلوقتي بقى المفروض اعمل ايه في ال-R هي دي ال-R النهائيه هلأ اقوله return R لا هو اخر ظهور للرمز R هنرجع به لان اخلي بالك انا قلت له هنا انت هترجع بمتغير اسمه R فهو هيعمل ايه بقى في المتلاب هو زاكي مش لازم تكتب قبله return هيدور فين ال-R capital اهي دي اخر قيمة لل-R capital اه هيقوم راجع بال-Value النهائيه يبقى كده ده عمل return automatic من الدل كده انا خلصت اه كده انا خلصت تعالوا نسمي دي مثلا get rotation زي ما احنا مسمينها كده نعمل لها save وتعالوا نعمل call لها لحد دلوقتي في حد عنده اي اسئلة الدنيا تمام معاكو كود ده يعني كود بسيط جدا يا دوبك انا كتبت ال-inputs وعوضت في المعادلة اللي احنا هنعمله ايه بقى تعالوا بقى نجرب نعوض في الفورمولة دي احنا مسمينها get rotation اهي لما نيجي نعمل call بقى هنعمل call تحت في common window دي عامل زي ال-interactive shell كده بتاعت البايثن طيب هي المفروض get rotation المفروضة تدلها الثيتا وال-w طيب تعالوا نشوف الاول Euler Angles فاكرينها اللي هي حاولين الزد وال-x وال-y لو انا عوضت كده هيقول لي ما عرفش مين الثيتا ولو كمل مش هيبعارف مين ال-w تمام طيب هنجيبها منين بقى تعالوا نقول لي الثيتا مش لازم تبقى رقم مش لازم تبقى زاوية بالرديان هنقولها آه تمام SY ms مالش بس انا كتبت السبيلينج غلط سيتا تمام كده عرف ايه بقى هو السيتا بالنسبة له هنا بقت رمز مش قيمة يعني مش value تمام السيتا هنا بالنسبة له بقت ايه بقت يعني رمز يعني اسمه سيتا مش لازم تبقى رقم يعني مش لازم اقوله هنا مثلا ان السيتا بتساوي مثلا اتنين باي او باي على اربعة لا كده معنا ان السيتا رمز انا هتعامل معنا انها رمز وبالتالي انا عايز الار تطلع بدلالة السيتا يبقى دلوقتي السيتا دي ايه دلوقتي بالنسبة لي متجايع طيب الW اللي هو اليونت فيكتور بتاعي بتاع الaxis of rotation تعالوا الاول نشوف لو انا عايز اجيب حوالين الزد الدوران حوالين الزد فاليونت فيكتور بتاع الزد هو ايه؟ هو صفر صفر واحد ما فيهاش مشكلة طب تعالوا بقى نعود بالسيتا والaxis of rotation نشوف هل الار اللي هتطلع هي نفس الار اللي كانت بتطلع لنا من الاولر انجلز شايفين الشكل قدامكم ده؟ حد شايف حاجة؟ كوزاين سيتا سين سيتا سليب ساين كوزاين والعمود الاكير 001 والشكل ده مش احنا شوفتوه قبل كده معايا المرة اللي فاتت؟ شايفين دلوقتي على طول انا يا دوبك قلت له انا عايز الاكس اكسس وقلت له هدور بزاوية سيتا على طول طلع ال rotation matrix في ثانية لانا دلوقتي ما قلتش بقى هاحفظ الاولر انجل بتاع الزد والواي والزي واي زي لا معاتش في الكلام ده خالص انا لسه كمان بقى ما نشوف نظرية السكرو ال forward kinematics هتطلع معاك ويعني ايه؟ زي البسبوسة كده وانت بتقطعها زي السكينة في الحلاوة مفيش اي معاناة بقى كده بقى في ال dh برامترز والجيبلر بقى برامتر زي طول dh الكلام ده يدوبك انا هقولك شوف لمحور الدوران والزاوية ومحور الدوران ده سهل توصفه باي نقطتين على الفيكتور يعني شوف هنا الموضوع فرق ان انا احفظ الماتريكس دي او لا طب تعالوا نجرب نخلي محور الدوران حوالين ال اكس واحد صفر صفر وتعالوا نقول الفونكشن تاني شايفين الشكل ده بتاع مين؟ مش ده دوران حوالين ال اكس اكسز هتلاقي ال اكس اكسز ثابت واحد صفر صفر وهي دي الجزء بتاع الخاص ب الوتايتشن كوزين سين 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 كوزين ما دي نفس اويلر انجلز اه؟ طيب بلاش دي؟ تعالوا نخلي الدوران حوالين محور واي نخليه زيرو واحد زيرو ما هو ده اليونت فيكتور بتاع محور واي طيب جميل طيب تعالوا بقى نشوف لو انا عملت كول خليت دلوقتي ال اوميجا دلوقتي بقت ايه؟ بقت ايه محور واي؟ تعالوا نشوف الر اهي نفس الشكل وحتى بالعمرة ما عدت اقول لك الصين ليه السالب جت هنا ما كانتش هنا وعدنا نقول فيلم طويل كده المرة اللي فاتت بقت بتطلع جاهزة لأ ده الجميل بقى كمان في الفورمولا اللي قدامك دي انا ما عدتش بقى ملتزم بال اكس اكسز وي اكسز يعني انا عملت مثلا ان ال اوميجا بواحد اتنين ثلاثة اي فيكتور وقمت عملت كول لدي شوف طلع الروتشن ماتريكس على طول بس طبعا هتطلع بشكل معقد شوية شايفين الشكل بعمل ازاي؟ دي كلها روتشن ماتريكس دي عشان انا عملت دوران حوالين مين؟ حوالين فيكتور اسمه واحد اتنين ثلاثة طبعا ومش يوند فيكتور بس هو داخليا عمل ايه بقى؟ حسب الوند فيكتور بالقانون ده جاب الاول قيمة الماجنيتيود وبعا كده اسم عليه حتى لو هو مش يوند فيكتور فالر اللي هتطلع لي هتبقى جاهزة بس كالباكو دي تطلع بدلالة السيتا لو انا بقى مديله السيتا برقم هيطلع لي الروتشن ماتريكس على طول في شكل ارقام يعني تعالوا مثلا نخلي السيتا مثلا ببي على اثنين ليه تقريبا واحد ونص وتعالوا نعوض في الكلام ده شايفين الروتشن ماتريكس طلعت بكم؟ طلعت برقم دلوقتي يعني هي كانت بتطلعنا شكل جبير عشان اجابها بدلالة السيتا ده عشان كنت تشوف شكلها انما انت بعد كده هتديله قيمة السيتا قيمة الدوران كام؟ تديله الامجا محور الدوران قيمته كام؟ يطلع لك على طول بروتشن ماتريكس ده العلاقة ما بين الاثنين فريم او شكل روتشن ماتريكس عموما عاملة ازاي؟ بعد كده بقى هنشوف الكلام ده ازاي هيدخل كجزء من الـ بس اهم حاجة تكونوا دلوقتي فهمتوا يعني ايه روتشن ماتريكس؟ ورودريجيس فورمولا دي اللي هي او بيسموها الـ الروتشن ماتريكس ودي حلقة عامة جدا من واسهل بكتير جدا جاست انت محتاج قيمة زاوية الدوران والاكسز اوف روتشن وشكرا خلاص هتجيب على طول الروتشن ماتريكس طيب هل بقى الدوران مع العقارب دي اتحكم فيها ازاي؟ تعالوا بقى ايه؟ نرجع تاني نخلي سيتا رمز وتعالوا نخلي الـ حوالين محور زد 0 0 1 وتعالوا الـ الفونشن بتاعتنا اللي هجيت روتشن ونديله السيتا والـ طلعت الروتشن ماتريكس اللي انا عارفينها بتاعت مين؟ اويلر انجل حوالين محور زد بس الكلام ده لو انا بدور بزاوية سيتا زاوية سيتا قيمة لو مجابة فانا بافترض انها عكس عقارب الساعة ليه قيمة مجابة زاوية سيتا حوالين محور زد طب لو انا عايزة اخليها سالب سيتا يعني عايزة اخليها مع العقارب كل ما في الامر ان انت لما تيجي تنادي كل اللي هجيت روتشن خلي الزاوية سالب سيتا ما انت كده عكاست اللي تجاه الدوران ركز كده اللي فوق كان الصف الاولان كوزاين سالب ساين صفر الصف التاني كان ساين كوزاين صفر شوف كده لما حطيت سالب سيتا واخليلكم الاثنين قصات بعض عشان تبقوا شايفانهم شايف لما حطيت دي سالب بقت كوزاين سالب ساين ساين كوزاين السالب اللي كانت هنا اتنقلت هنا هه او اكنا جبت ترانسبوز للماتريكس دي يبقى كده اتجاه الدوران بالنسبالي يدوبة تجيير الاشارة بتاعت السيتا هتديله الدلة دي لو قيمة الزاوية مجابة يعني بدور عكس عقارب الساعة هتديله قيمة السيتا طب لو بلف مع العقارب هتبقى سالب سيتا يبقى خلاص كمان معطش هصدع دماجي بهي مع العقارب ولا عكس العقارب لا هي الاشارة مجابة ولا سالبة للزاوية خلاص وشكرا ونفس محور الدوران يعني انت بقى بتدور حوالين مع العقارب عكس العقارب محور دوران معاك خلاص والاشارة هنتحكم فيها في اتجاه الدوران كمان كده احنا خلصنا الجزء الخاص او كل الملاحظات اللي على رودريجيس فورمولا الخاصة به حد عنده اي مشاكل لحد الوقت طيب كده انا خلصت واشوفكم ان شاء الله بقى على خير في الجزء الجاي